السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مادة الفلسفة للجدع مشارك المحور الثاني محطات من تاريخ تطول الفلسفة تحيي النس بن رشد الفلسفة والدين محطات من تاريخ تطول الفلسفة مدخل إذا اعتبرنا أن نشأة الفلسفة قد ارتبطت بالحضارة اليونانية ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد وبنظامها السياسي ونمطها الاقتصادي فهل هذه الفلسفة هي النموذج الوحيد الذي شهده تاريخ الفكر الإنساني ما هي المراحل الكبرى التي عرفها تاريخ الفكر الإنساني عموما والفكر الفلسفي خصوصا وما هي القضايا والإشكالات التي تسناولها كل مرحلتين مرحلة الفلسفة في العصر الوسيطة تحليل نص بن رشد الفلسفة والدين أعيد سوف نقوم بتحليل نص بن رشد الفلسفة والدين صاحب الناس صاحب الناس هو ابن رشد ولد سنة 1226 توفي سنة 1198 فيلسوف عربي مسلم من أهم أعماله تهافت التهافت فصل المقال الكشف عن منهج الأدلة بداية المجهد ونهاية المقتصد موضوع نص يتناول هذا النص إشكالية العلاقة بين الفلسفة والدين أو بين الحكمة والشريعة كما أن هذا النص يبين موقف الدين من فعل التفلسفة إشكال الناس السؤال الذي يجيب عنه الناس يجيب هذا الناس عن إشكال فلسفي متعلق بمسألة العلاقة بين الفلسفة والدين وكذا حكم الدين على الفلسفة وهما مسألتان يمكن التعبير عنهما بالتساؤلات الآتية ما طبيعة العلاقة بين الفلسفة والدين هل هي علاقة تضاد وانفصال أم هي علاقة ترابط أم هي علاقة ترابط وتوافق ما هو موقف الدين من الفلسفة هل الدين يحرم فعل الفلسفة أم يدعو إليه ويأمر به فكرة الناس يبين ابن رشد من خلال نصه أن هناك علاقة توافق بين الفلسفة والدين فبالرغم من اختلافهما على مستوى المنهج فإنهما متوافقان على مستوى الغاية والهدف المتمثل في معرفة الخالق إتباسة الناس أفكاره الأساسية استهل ابن رشد نصه بتعريفه للفلسفة وبيان مقصدها فاعتبرها نظر واعتبار للموجودات بهدف معرفة حقيقة الخالق لقد أبرز ابن رشد أيضا حكم الدين على فعل التفلسف فبين أن شريعة تدعو بل تحط على النظر في الموجودات وعلى استخدام العقل مستشدا بآيات قرآنية تثبث وجوب استخدام العقل والنظر في الموجودات لمعرفة الخالق وهو معنى الاعتبار أو القياس أي استخراج المجهود من المعلوم والسنتاجه منه أي استخراج المجهول من المعلوم والسنتاجه منه وفي الأخير أكد ابن رشد أن الفلسفة لا استعارضوا مع الدين بل إنهما متوافقان لأنهما معن حق وهنا عبارته الشهيرة الحق لا يضد الحق بل يوافقه ويشهد له نعيد العبارة الحق لا يضد الحق بل يوافقه ويشهد له مفاهيم الناس يتضمن هذا الناس مجموعة من المفاهيم التي تختلف من حيث دلالاتها ويمكن في هذا المجال أن نميز بين حقلين دلاليين مختلفين الحقل الفلسفي والحقل الديني في الحقل الأول وهو الحقل الفلسفي يمكن إدراج مفاهيم التفلسف الاعتبار النظر البرهاني وفي الحقل الثاني الحقل الديني يمكننا إدراج مفاهيم الندب الشرع الوجوب القياس الشرعي التفلسف ما هو التفلسف؟ التفلسف وهو التأمل النظري في الموجودات لمعرفة علالها ومبادئها الأولى الاعتبار ما هو الاعتبار؟ الاعتبار وهو استخراج المجهول من المعلوم والسنتاجه منه النظر البرهاني أو القياس البرهاني وهو القياس الأكثر صدقاً وقوة صدقه ناتجة عن قيمة مقدماته القياس القياس هو الاستدلال العقلي ننتقل فيه من مقدمتين بينهما حد متشرك إلى نتيجة متضمنة إحدى المقدمتين مثلاً كل إنسان فان وسقرات إنسان إذن سقرات فان أعيد كل إنسان فان وسقرات إنسان إذن سقرات فان فان بمعنى سوف يموت سوف يفنى الموجودات مجموع دواهر الكون الندب حكم شرعي يقابله المكروه الهجوب حكم شرعي يقابله النهي الإطار الحجاجي لنس اعتمد ابن رجل إقناعنا بموقفه على أسلوب الاستشهاد الذي يبدو من خلال استشهاده بآيات قرآنية ليبين للفقهاء وجمهور المسلمين أن فحل الفلسفة أمر مباح شرعا كما ساغ أفكاره بطريقة استدلالية استقاها من المنطق الأرستي مثل إن كان فإن وإذا تقرر فواجب وإذا كان فإن إذا هذا هو الإطار الحجاجي للناس إن مرحول الاستنتاج عالجت الفلسفة في العصر الوسيط إشكالية العلاقة بين الفلسفة والدين الإسلامية فاتخذ ابن رجل منهجا توفيقيا بينهما وأبرز من خلال نصه أنه رغم اختلافهما على مسوى المنهج فإنهما يتوافقاني على مسوى الغاية والهدف المتمثل في معرفة الحق أي الخالق تعليق حول الناس يمثل هذا الناس مرافع نقدها أراد من خلالها الفيلسوف العربي ابن رشد الدفاع عن الفلسفة وإثبات مشروعيتها وابن الرشد في هذا إنما أراد أن يرد الاعتبار للفلسفة أي للعقل وهذا ليس بشيء غريب عن فيلسوف تزود من معين الفلسفة اليونانية خاصة في ملامحها العقلانية مع بعض الفلسفة أمثال أريستو الإجابة عن أسئلة الفهم أولا يبدأ النص بتعريف فعل التفلسف من خلال العبارة التالية الفلسفة بحث في الموجودات لدلالتها على الصانع ثانياً يدعو الشرح حسب النص إلى التأملي في الموجودات باعتبار دلالتها على الصانع ثالثاً تعني عبارة الحق لا يضد الحق بل يوافقه ويشهد له أن الفلسفة لا تتعارض مع الدين فبالرغم من اختلافهما على مستوى المنهج فإنهما يتوافقاني على مستوى الغاية والهدف المزمتلي في معرفة الخالق بمعنى الصانع إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جلس ليصلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه